نريد معرفة مصير أبنائنا هذا ما طالب به ذو ضحايا الإخفاء القسري في محافظة الأنبار الذين حضروا إلى مؤتمر أصوات لوقف الاختفاء في الرمادي بحضور بعثة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المقابر المكتشفة توزعت في مناطق تل أسود التابع لقضاء هيت ومنطقة الطاش في الرمادي وقضاء الصقلاوية وجامعة الفلوجة الجديدة وبير حواس وموقع الخط السريع قرب سيطرة الصقور الأبرج في المؤتمر روايات ذوي المغيبين الذين تحدثوا بألم عن فقدان أبنائهم وتداعيات ذلك على حياتهم نعم نريد ولدنا ونريدهم يفتحون المقابر الجماعية الموجودين ولدنا بيها ينطلنا ياهم ميتين نريدهم طيبين هم نريدهم أخوة ما نظل إحنا هيتشيانة رايحين رادين عايدون لشمالهم أمهات ويلاتهم ما يريدون إبهاتهم الله أكبر يا رب مؤسسة الحق لحقوق الإنسان طالبت الجهات الحكومية بضرورة الإسراع في الكشف عن هويات الضحايا وتعويض عوائل الشهداء المتضررين ماديا ومعنويا عقد اليوم مؤتمرنا الأول حول إطلاق تقرير المقابر الجماعية في محافظة الأنبار نمي من هذا المؤتمر هو توعية المجتمع بوجود مقابر جماعية في المحافظة وكيفية العمل عليها أمننا بأنه يتم العمل على كشف مواقع المقابر الجماعية واستخراج الروفات وتسليمها لذويهم بما يشكل أنصاف للضحايا ولذويهم وأيضا العمل على جبر الضرر لهم مسؤول مفوضية حقوق الإنسان في الأنبار قالوا إن هناك مساع لفتح هذه المقابر في القريب العاجل لتحديد هويات الضحايا ومن ثم تسليمهم لذويهم